حذر البيت الأبيض من أن روسيا ربما تخطط لهجوم بأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا مشددا على ضرورة الاستعداد لهذا الاحتمال ووصفت المتحدث باسم البيت الأبيض جنساك تصريحات روسية حول معامل أمريكية للأسلحة البيولوجية وتطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها غير معقولة وحذرت من أن هذه الادعاءات حيلة واضحة لتبرير المزيد من الهجمات المتعمدة وغير المبررة يأتي ذلك بعد أن تحدث مسؤولون غربيون عن مخاوف مماثلة بشأن هجمات جديدة أعرب مسؤولون غربيون عن قلقهم الشديد من مخاطر التصعيد في الحرب وحذروا بشكل خاص من احتمال استخدام روسيا لأسلحة غير تقليدية وفي وقت سابق اليوم اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتمويل تجارب بيولوجية سرية في أوكرانيا بهدف إنشاء آلية لنشر مسببات أمراض فتاكة وقد تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بشأن القيام ببرامج لتطوير أسلحة كيميائية إذ نقلت وكالة سبوتنيكا الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله إن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية بأوكرانيا